السلام عليكم مرحبا بكم معنام جديد في قناة المعلومة البناء دائما في إطار نشر المعلومة ومساعدة الآخرين نسأل الله السلام والعافية ومغفرة الدول ونرفع عنا الله هذا البلاء وهذا الوباء ونعود الحياة إلى عادتها والمياه اليوم سأجدكم موضوع جديد موضوع الساعة موضوع الذي تدول تدول عبر التويتر والذي قمت بتضجة كبيرة وهو البوز وهو الذي خلق الحكومات الأوروبية تأخذ قرارات سريعة وخرجت بحلول هذا القرار هو بالنسبة للناس تأشيرة الحب التي كانت في الدولة وهذه الأيام وهو الخبر صحيح وهو خبر صحيح لا أريد أن أخذكم ولكن أريد أن نظر معكم لكي تفهموا المحتوى وتفهموا المحتوى بالنسبة لتأشيرة الحب هي التي تسمح العشاق والاجتماع بينهم أو زيارة الصديق أو الصديقة كما يسمونهم هذا الشيء الذي جاء من بعد واحدة دجة كبيرة وهو الحاشتاك Love is not tourism هذه الدجة التي تلقوها عديد من الأوروبيين في جول أوروبا Love is not tourism يعني قال لهم أن الحب لا يعني السياحة يعني لا يمكن أن تزيد العشاق لكي تنظر في غارة السلاحة لا معقولة تضعهم واحدة هي الفيزا داموخ أنت يعني كنت عشقتها وشيء واحدة بالراءة أو شيء واحدة وشيء واحدة بالراءة أنا مجبار على لكي نفعل الفيديو ونشرح ذلك الشيء ما الشيء الأخر لا أشعر لأنني أنا كنت نفعل فيديو ونفعل معلومة ومعلومة صحيحة وكيناة وكيناة في الفيزا يعني هذه خدمتنا يعني ما لا يمكننا هذا الشيء يكمل بالتزوج مهم هذا موضوع آخر هذا القضية ديالتأشيرات حب هي أعطوها الناس اللي يعني كيتعشقوا بيناتهم ولكن كان دي كونديسيون وكان شروط اللي باشتم هاد هاد التأشيرات بون هاد التأشيرات الحب يعني ركيناة في فرنسا كيناة واحدة اللي يقون في دمارياج ان في دمارياج أفك ان سيطويا يعني سواء أوروبيان سواء فرنسي بالنسبة لها الفرنسا ولكن إسبانيا لا تدعها ولكن في الدوصي ستقدر الدفاع منها ستقوم بمشي فاميليا أو ستقوم بمشي ستقوم بمشي ستقوم بمشي ستقوم بمشي أو ستقوم بمشي ومشي غير فرنسا وإسبانيا اللي يدعون عديد من الدول اللي صادقت على هذا الشيء مؤخراً كما شاهدنا إسبانيا هي ألمانيا كيناة بلجيكا كيناة هولندا ولكن الدول الدول كاملين تقريباً المغاربة ندخلوا في التأشيرة ويمكن لكم تدعوها لأنه كان بعض الدول اللي كان بين الشروط التأشيرة تتأزجي عليك تتأزجي عليك كيف كيف تتفاهم مع العشيق أو السيدة كيف تتأزجي عليك وإسبانيا لا نظن أنهم طالبين ولكن هؤلاء لألمان و هولندا لألمان و هولندا وقيمة لأمتاح اللغة كما تعرفون تفتة تجمع هولندا ستطلب أموال هولندا و المدين هؤلاء هؤلاء لألمان لأنه رفيع لتقدر تتحدث قبل أن نضع عن الصورات سنضع عن تلك الدرد كما أخبركم عن تلك الدرد كنت توجد الهاشتاك DialloVizNotTourism التي تجدها الأوروبيين كاملين عبر تويتر و أيضا كيف ترحل الإتحاد الأوروبي كيف تتفاهم كيف تتفاهم كيف تتفاهم أو لا 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 هذا المغياج كيف تتفاهم كيف تتفاهم كيف تتفاهم ماهذا ماهذا أحسن من الأحسن تكون فيزا تأشيرة حب و يعني تدروا لجسيف كاملين لجسيف كاملين أنكم فعلا أنكم أنكم مرتابتين بعدياتكم و إذا كانت تماما و كانت زواج هذا سوف تتفاهم على تأشيرة حب و إذا كانت المغياج لا تتفاهم لا تتفاهم المغياج يعني يقلب على راسه إلى صفة سوف تتقدم على شريك أو إذا كانت لجسيف ذلك سوف تتفاهم بطريقة أو بشكل سهل بالتأشير الحب في الصميم الشروط تقريباً هي فيزا شنجل عادية بحالة فيزات الخرين الوثائق بحالة فيزات الخرين ما هو؟ بالنسبة لفوغ ميلاغ لا أريد أن أخبركم التفسير عن الوثائق لأنها تأشيرها باين بحالة فيزات الخرين أفضل حالة فيزات الخرين بحالة فيزات الخرين بحالة فيزات الخرين بحالة فيزمة الخرين يمكنك تكون أجر أو سجيل تجاري لا أفضل بحالة فيزات الخرين بتعطيق الدولي أن تكون أجير أو مقاول ما هي؟ على الانتقام يمكن ان تقوم بكافيين حسنًا خذ الرئيسية المقابلات وهوهولاتي المثال التقنير والعبناء مواجهد ما يمكن استعمالها هذا تحكم بجدفع القناة بالنسبة للفكتش الأمي بالحل أنه سيعد لغاية المالية لا تحتاجه لأن تكون الأموال أيضًا بالنسبة للبرجمو البرجمو يتعلع بوعج كبير لا تحتاج إلى ريزرفيه الضالح والدوسم سيضحك السين يessential البرجمو ضعلي من سيجد أن تكون سيجد الكرام أو الذي يجد الشراء لا يمكنك التحكم بإمكانك ومدام سيدي الكلابير جموع إلا ستكون شيئا في سميته سواء ناقد الكرة سواء أنا يعني شريدار أيضا بالنسبة للهدوء الجيسيف العادي بالنسبة للهدوء الجيسيف الضروري والذي يختلفه على الفيزا الأخرى هو الدلائل أنه مرتبتين الفيسبوك والواتساب لا يدخل نهائيا يجب عليهم جيسيفيكاسيون غير يقدر الحد الأدنى ستشهر ستشهر الفق ستشهر الفق ستشهر الفق سأحاول أخذ لكم جميع الشروط الفيزا لتفرج الفيديو بالنسبة للشروط ما أخذت جمع بناتكم وإذا كنت تستفر بها أو تستفر بها ، أو تستاذ بها أو تستاذ بها أيضا بلاد آخر أيضا بلاد آخر بلاد آخر حمين من خارج الأنة أي شيء تم تجمع بناتكم إذا كان لديك المغرب أو كان لديك 8 فيزا سياحة والزوطين الذين قلت لهم جميعاً أي دليل يجب أن يجمع بناتكم وإذا كان لديك المغرب ونفس الأدرس لا يمكن أن تكون لديك الكثير من طرق وحلول شوف تنهضر الواتساب فيسبوك ونحن نهضر معهم لا أدخل لا أدخل ما أعرف بهم يجب أن يجمع سافر أو زيار أو مشتريات أو أي مهم فقد تنهضر بها في الواتيق مع الدوصية يجب أن تكون جيداً ودعوا من أجل القضية أخرى بأن يأخذوا إلى مرة أخرى ويطلبون الوصول لديك المغرب إلا من الميري أو مرة أخرى في إسبانيا أو في إيد و يريد أن أحديات آشيق أعطي إنتراض و أوسائم و أوسائم فهذا فهذا فضلك فهذا فضلك لأنه فكرة كما تفعل هذا كله فهذا فهذا فضلك فإنه إقفاء الفيزا فكوف تحاول على الأجرار فكما تفعل القنصول فإنه إقفاء المميزات ايضا وهذا خبر مؤكد ومؤكد وصحيح 100% هذا ما نقول لكم بعد دراسة طويلة والذي يريد أن يقلب شينجل شينجل انفو شينجل انفو شينجل فيزا انفو نيوز هذا أول وصيد شينجل فيزا انفو نيوز بالإنجليزية تحاولوا تدخله تقرأوا ذلك هذا الشكام الذي قلت لكم يعني تقدر تمشي في الوقت الحالي ما هو السكر هذا الشيء سأقوم بإعادة فيديو وهذا أكبر تغرأ الذي يوجد حاليا ستقدر بفيزا الحب إذا أعطوه لك فيزا دامور سواء في فرنسا ستقدر الموتيف ستقدر الموتيف ستقدر الموتيف إذا أعطوه لك وكيف ستقدر تقرأ تابعونا في فيديو الجاير سنقوم بإعادة فيديو ستقدر تنظر سواء الناس الذين جاء لديهم ستقدر وكانت تريد تجري صديقهم أو صديقهم أو أو الناس الذين جاءوا يدفعوا ويأخذوا فيزا ستقدرهم ويأخذوا كيف ستقدروا تبقى فيزا ستقدر شكراً لكم في فيديو للمرادة لكي لا نتحدث عنكم فيديو لكي رأينا قناة جوز سافدو التي تحدث عن مواضيع الفيزا والهجرة واللجوء شاركوا معنا في القناة وبركوا على زر الجرس لأيصلكم جديد دائماً مرحبا بكم في أخذ الموعد تيلس سواء جميع بلجيكا أو ألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا مرحبا بكم سنجد المجهود معكم سواء الفيزا شينجل أو تجمع سواء الفيزا شينجل حالياً ولكن الفيزا بوخ ويمكن لكم أن تذهبوا بها وتنسل عندهم فيزا قبل ونريدون أن يقوموا بإمكانهم مرحبا بيوم عندنا إلى فيديو قادم مع السلامة